أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تحليل بيئي معالجة المياه وتريتمنت ونواصل تسجيل مقاطعة لشرح طياد هذه الوحدة الخامسة معالجة المياه تعريف الطرق المساعدة في معالجة مياه البحر وشرحنا من قبل طريقة MSF اللي هي MSF Multi-Stage Flash هنا نتناول شرح طريقة أخرى التناضح العكسي Reverse Osmosis وتعريفها التناضح العكسي هو التكنولوجيا التي تستخدم لتنقية المياه خلال غشاء شبهم يمفز semi-permeable membrane وذلك تحت تأثير الضغط هو عملية انتغال الماء التناضح العكسي هو عملية انتغال الماء من محلول ملحي قوي إلى محلول ملحي ضعيف إذن محلول ملحي قوي أي تركيز الملوح عالي إلى محلول ملحي ضعيف من سلبيات التناضح العكسي استهلاك عالي للكهرباء وتكاليف عالي الصيانة حيث أن الغشاء الشبهم يتم تغييره دوريا إذن هنا تعتبر واحدة من السلبيات أو negative aspect بالنسبة لهذه الطريقة الاستهلاك عالي للكهرباء وتكاليف عالية هنا مبدأ التناضح العكسي نرى كيف يتم شرحه إذا قلنا التناضح بشكل عادي الماء العزب ينتقل إلى الماء المالح وهذا بشكل طبيعي يعني بشكل طبيعي أما إذا أردنا عكس العملية خلال الغشاء مفز طبعا إذا أردنا عكس العملية وهو نتحول إلى مسألة ريفيز اسموز أو نعكس عملية التناضح هنا فيكون إيش تناضح عكسي إذن نضغط هنا ضغط عالي على المحلول المركز وهنا يعتبر ماء البحر لأنه فيه أملاح عالية أملاح عالية ماء البحر ونضغط على ماء البحر فيستمر الماء في الحركة خلال هذا الغشاء المنفس الذي يحجز يحجز الأملاح يحجز الأملاح ويترك الماء العزب لكي يمر بهذه الطريقة عندما نعكس مسألة الضغط الإسموزي يكون عندنا مسألة الريبيز اسموز أو التناضح العكسي واستفدنا من مسألة المسألة العكسية هذه بمسألة الضغط وخلال غشاء الشيب منفس حاجة الأملاح وتكون هنا أو مرة الماء العزب خلال هذا الغشاء الشيب منفس وبهذا نصل وأيضا هنا نصل إلى الشكل التوضيحي في دووتا أي ماء ماء داخل وهنا ممكن يكون ماء البحر الماء ماء التغزية اللي في دووتا نغزي هالجهاز بماء وهنا كمسال يكون ماء البحر ويدخل هالماء ويمر بالأخشية المنفسة من خلال أنابيب كثيرة ونجمع في كل جزء نجمع هنا الماء العزب نجمع الماء العزب هنا الفريش أو ماء عزب وهنا الماء المالح يعتبر كنفايات أيضا نجمعه من كل المراحل وهنا يسمى بالبرينووتا أو الماء المالح جدا ويعتبر كنفايات ماء ونتخلص منه بهذه الطريقة شكل توضيحي لمسألة التناضح العكسي وبهذا نصل لشرح هذه الطريقة من طرق تحلية مياه البحر ونواصل المغاطئ قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر